موسيقى بن مبارك وعدد من السفراء يزورون الديوان العام لوزارة الخارجية في عدن موسيقى محافظ عدن يؤكد اولوية المشاريع التي تخدم المواطنين موسيقى السلطة المحلية بحضر موت تدشن خطة التحسين للعام الجاري في مديرية الساحل موسيقى اخبار جديدة من تلفزيون حضر موت نبدأها بهذا الخبر قام وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك ومعه عدد من السفراء والديبروماسيين الاوروبيين المعتمدين لدى بلادنا بزيارة المبنى الجديد للديوان العام لوزارة الخارجية في العاصمة المؤقتة عدن واوضح بن مبارك ان وزارة الخارجية ستستأنف قريبا نشاطها الدبروماسي بكامل طاقتها الحالية من العاصمة المؤقتة عدن وستشهد نقلة نوعية وتحقق إنجازات جديدة مؤسسية وإدارية وديبروماسية تساعد على تعزيز دورها الوطني في إنهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الحضور الدبروماسي وتشجيع البعتات الدبروماسية على استئناف مهامها من العاصمة المؤقتة عدن هذا وعبر السفراء عن دعمهم لهذه الخطوة وتعاونهم الكامل مع وزارة الخارجية أكد وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس أولوية المشاريع التي تخدم المواطنين وتراعي خصوصيات المديريات واحتياجاتها وأجدد الوزير لملس خلال لقائه بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة أحمد والوفد المرافق لها استعداد السلطة المحلية لتقديم جميع أوجه الدعم وإعطاء التوجيهات اللازمة وإزالة أي معاوقات تعترض تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تطلع بتنفيذها الجهات المانحة وناقش الجانبان تنفيذ عدد من المشاريع في عدن وفي مقدمتها بناء سوق مركزي للأسماك بمدرية البريقة إضافة إلى سلسلة مشاريع وأعمال جرى تنفيذها بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاعات الصحة والتعليم ومختلف القطاعات أكد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي حرص الوزارة على إلاء شبكة الطرق في مديريات محافظة رحج وباقي المحافظات المحررة الاهتمام والأولوية وتكتيف العمل لتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريع تأهيلها بالتعاون مع صندوق سيانة الطرق والجسور المركز الرئيس بعدن جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أعقده الوزير الحريزي في المركز الرئيس لصندوق الطرق بعدن مع المهندس معين الماس مدير الصندوق بحضور المدير العام لمدرية المفلحي لمناقشة أعمال استكمال مشروع طريق بئر العروس عقور وادي بن جعفر وجرى في الاجتماع الاتفاق على أليات بدء تدخل صندوق الطرق لاستكمال المشروع الذي شهد أعمال التأهيل في السابق من قبل أبناء مديريات المفلحي وتوقف فيه العمل بسبب شحة الإمكانات شارك وزير الصحة العامة والسكان نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور قاسم محمد بحيبة في فعالية الجلسة 152 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية التي عقدت في مدينة جنيف بسويسرا وخلال الجلسة استعرضت دكتور بحيبة عددا من الموضوعات المتصلة بالوضع الصحي الراهن في البلاد وما يعانيه من تأثيرات وتبعات انقلاب ميليشيا الحوتية الأرهابية واستمرار الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية والتعرض لعدة جوائح صحية أثرت على جاهزية 50% من المرافق الصحية في البلاد مشيدا بدور منظمة الصحة العالمية في دعم القطاع الصحي في بلادنا مشديدا على الحاجة لتطوير أنظمة الاستجابة الصحية الطارئة للمنظمة وتعزيز التأهب والترصد والاستجابة للطوارئ الصحية ودعم المكاتب الإقليمية والقطرية للمنظمة القيام بدورها في بناء قدرات القطاع الصحي خصوصا في الدول التي تواجه طوارئ صحية ومنها بلادنا دشنا وكيل محافظة حضرموت لشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيغ خطة التحسين للعام الجاري لمديريات الساحل في مدينة المكلة الخطة تتضمن تنفيذ إجراء التدخلات الطارئة واللازمة للمواقع المتضررة التي تعرضت للتهالك والتلف والقيام بصيانتها وإعادة تأهيلها وتنفيذ مشاريع تحسين جديدة وخلال التدشين تفقد الوكيل بارزيغ ومعه المدير العام لمديرية مدينة المكلة المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحة لحضرموت المهندس صالح العمري والمدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين الساحل المهندس فهمي بن شبراج سير الأعمال الجارية بمدينة المكلة التي ينفذها عموان قطاع التحسين بصندوق النظافة الأعمال تتمثل في الصيانة وإعادة التأهيل للمجسمات والجولات في الشوارع الرئيسية والأرصفة والأحواض الخاصة بالتشجير وزيادة نسبة المسطحات الخضراء إضافة إلى أعمال الصيانة التي تجري في خور المكلة وصيانة الشوارع والطرقات وإعادة تأهيلها التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض بضاوي بالمكلة أعضاء المنتخب الوطني لكرة الهدف وخلال اللقاء رحب الوكيل بأعضاء الفريق مستمعا منهم إلى الاستعدادات الجارية تمهيدا لتمثيل بلادنا في بطولة غرب آسيا المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة من الخامس وحتى الخامس عشر من فبراير القادم مؤكدا دعم السلطة المحلية لجميع الأنشطة الرياضية والاتحادات والأندية والمشاركات الخارجية كما التقى وكيل الشباب بأعضاء اتحاد التايكواندو المشاركين في بطولة كأس العرب الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة مشددا على مضاعفة الجهود وبدل المزيد من التمارين الرياضية لتحقيق مراكز متقدمة رأس مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين عبدالله بعباد اجتماعا للجنة الخاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية لمكتب الوزارة بالمحافظة وناقش بعباد في الاجتماع ما تم إنجازه في هذا الجانب من قبل المختصين من رؤساء الشعب والدوائر والاقسام بالمكتب مؤكدا أنه منذ توليه دفة العمل التربوي والتعليمي حرص على وضع خطة متكاملة لمصفوفة الاحتياجات وفقا ورؤية توجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومثلة بالأستاذ مبخوت مبارك من ماضي محافظ محافظة حضرموت مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل لإنجاز هذه الخطة بأسرع وقت ممكن ناقش المكتب التنفيذي بمديرية الشحر في دورته الأولى للعام الجاري برئاسة المدير العام للمديرية عدل أحمد بعكابة تقارير عن الحالة الأمنية للعام المنصرم وسير الدراسة والمؤشرات التعليمية ومحطة الفقيد السقطري والاستعداد للصيف الخادم إضافة إلى تقييم اجتماعات المكتب التنفيذي خلال الفترة الماضية واستهل الاجتماع بدعوة المدير العام أعضاء المكتب التنفيذي لبدل مزيد من الجهود الرامية إلى تحسين أداء عمل المكتب ورفع الإيرادات ليتم بعد ذلك مناقشة تقارير الدورة يخرج أعضاء المكتب التنفيذي بعدد من التكليفات والتوصيات إلى هنا نكون قد أنهينا نشرتنا الأخبارية نذكر بأبرز ما جاء فيها بن مبارك وعدد من السفراء يزورون الديوان العام لوزارة الخارجية في عدن محافظ عدن يؤكد أولوية المشاريع التي تخدم المواطنين السلطة المحلية بحضر موت تدشر خطة التحسين للعام الجاري في مديريات الساحل ولمتابعة المزيد من نشراتنا الأخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضر موت دمتم في رعاية الله وحفظه تلفزيون حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي